أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة اضطرت إلى زيادة أسعار مترو الأنفاق والسكك الحديدية لضمان الحفاظ على الخدمة وتغطية تكلفة التشغيل والصيانة وأضاف أن تكلفة التشغيل تأتي من التذاكر التي يدفعها المواطن تساهم في ضمان استمرار هذه الخدمة بنفس الجودة إلى مدى زمنياً بعيد فالنهاردة لما نضطر أن نزود أسعار سواء المترو الأنفاق أو السك الحديد فقط لأضمم أن أحافظ على المرفق وأغطي تكلفة التشغيل والصيانة هل الزيادات التي نعملها مؤخراً تغطي تكلفة التشغيل والصيانة؟ لا لأننا تقريباً ثلاث سنوات لم نقم بزيادات لأن هذا كان قرار آخر النهاردة خدناه لكي نخفف من الأعباء على المواطن المصري فبالتالي وأعتقد كل الاقتصاديين يعرفون هذا الموضوع عشان تضمن كفاءة واستمرار أداء خدمة معينة لازم على الأقل تغطي تكلفة التشغيل والصيانة أنا أتكلم هنا على تكلفة التشغيل والصيانة اشتركوا في القناة